اهلا بيكم في الدرس السابع من دروس انشاء مدجر الكتروني احترافي في الدرس النهاردة هنبدأ نعرف ازاي نغير في اعدادات الثيم اللي احنا اخترناه عشان نبني بيه المدجر الالكتروني لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة او الواحد لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل يلا بينا نبدأ نعرف منين وازاي نقدر نعدل اعدادات الثيم وايه الحاجات اللي احنا هنقدر نغيرها بعد الانترو لو ده اول درس بتشوفه لكورس انشاء متجر الالكتروني احترافي يحقق ارباح في 2021 هتلاقي كل الدروس اللي فاتت في الوصف تحت الفيديو في الدرس النهاردة هنعرف ازاي نوصل لاعدادات القالب ازاي تقدر تغيرها ايه الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها بس انا عايزك تعرف ان فيه اختلافات بين كل ثيم والتانية بحسب الامكانيات والمرونة اللي هتديها لك الثيم دي قبل ما نروح لشاشة الكمبيوتر ونبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك عشان تشجعنا نكمل يلا بينا نبدأ دلوقتي عشان ندخل على القسم الخاص بتعديل الثيم هنعمل ايه هنروح للداشبورد هننزل لغاية ما هنلاقي أبيرنس ومن أبيرنس هتلاقي كاستمايز نضغط عليها المينيو اللي في الشمال دي هي دي اللي هعمل منها تعديل في الثيم او القالب بتاعي اول حاجة عندنا الفيو بايت فيتشورز الفيتشورز دي اه بس انا شايف ان احنا مش محتاجينها خالص هي فيها امكانيات كويسة بيعرض لك فيها الامكانيات المتاحة ايه في النسخة المدفوعة لكن في الكورس بتاعنا احنا مش محتاجين اي خدمة من الخدمات المدفوعة دي عندنا الجزء اللي بعد كده الجزء ده هنحدد عنوان الموقع او اسم الشركة وكمان التاج لاين مثلا هتحط الاسلوجن بتاعك هنا وهنا هتغير الايكون زي ما احنا شايفين ده دايما بيكون الايكون بتاع الويب هوستينج شركة الويب هوستينج يعني انت لو اخد هوستينج على هوستجيتر هتلاقي اللوجو الويستجيتر هنا احنا عشان بنشتغل لوكال سايت على وامب سيرفر هتلاقي اللوجو الوامب سيرفر هنا فانت تقدر تغيره بمنتهى السهولة بتعمل سيليكت سايت ايكون ميديا لايبراري او بترفع الفايل من عندك من هنا وبيقولك ان السججستد اميج دايمينشن ماشي ابعاد الصورة المقترحة اللي هي خمسمية واتناشر في خمسمية واتناشر احنا بس عشان مش مجهزين ايكون فهنقفل دا تمام يبدأ بالنسبة للسايت ايدنتي تقدر تحدد صورة وتحطها عادي جدا اي صورة بعد كده عندنا المنيو اللي احنا كنا منشتغل فيها في الفيديو اللي فات عندك دا المين منيو دي المنيو بعد ما عدناها الهوم الكوليكشن دي مجموعة الصفحات الخاصة بالكاتجريز الكاجوال سويت والفورمال سويت تو بيسز والفورمال سويت تري بيسز احنا عملنا لكل كاتجريز صفحة صفحة البلوج المي اكاونت الكونتاكت تمام فدي بالنسبة اه المين مينيو هنا انت بتبدأ تحدد بقى التوب مينيو والمين مينيو الفوتر انت كل مينيو بحتعملها وحتحطها فين ده بالنسبة للمينيو دي الاعدادات الخاصة بالمينيو بنرجع باك من هنا تمام عندك الستيك فوتر ده حضرتك بتحدد منه برضو اللي هي الايه هتحط ايه في الفوتر يعني اه نطلع من المينيو الاوبشن اللي بعده الويدجيتس الويدجيتس ده بنحدد منه الفوتر تعالوا كده نلقي نظر على الفوتر تحت شايفين الفوتر عندنا غني ازاي الفوتر هنا بيكون عبارة عن اربعة كولوم زي ما احنا شايفينهم اول واحدة بحط contact information التانية بحط الانستجرام التالتة النيوز لتر والفولو اس السوشيال ميديا الريزنت بوست يعني انا لو جيت فتحت هنا اول واحدة هتلاقيها contact information نفتح التانية هتلاقيها الانستجرام بس وانت بتشتغل عادي وهنعرف الموضوع ده بالتفصيل في وقته ده بالنسبة للويدجيتس يبقى الويدجيتس ان انا بحدد ايه اللي هيظهر عندي في الفوتر ماشي وانا حاطت هنا اربعة كولوم او اربعة عناصر نيجي بعد كده عندنا الهوم بيج سيتنج دي الاعدادات الخاصة بالهوم بيج انا ممكن اخلي الصفحة الرئيسية عندي اخر بوست لكن ده طبعا متجر فانا مش هخليه بوست فهخليه ستاتيك بيج اللي هي صفحة الهوم وبالنسبة للصفحة اللي هيظهر فيها كل البوست مسميها بلوج ده بالنسبة يبقى هنا بحدد الهوم بيج هتبقى انه صفحة والبلوج هتبقى انه صفحة ده بالنسبة للهوم سيتنج عندنا بعد كده الجنرال اوبشن الجنرال اوبشن ده هيبه فيه اعدادات كتير جدا تتعلق بمظهر الموقع شكل الموقع حيبه عامل ازاي عندنا اول حاجة هنا الجنرال ستايلينج ماشي دي مجموعة الاعدادات الخاصة بالجنرال ستايلينج عندنا بعد كده الجنرال ستنج القسم ده بحدد منه اللي هي اوت الخاص بالموقع ككل والصفحات مين هيبقى فيه سايد بار والسايد بورده هيبقى ايمين ولا شمال او هيبقى اللي اتنين ماشي طيب تعالوا نبص عليه كده عندنا هنا المين كونتينر ويتس عرض الصفحة هيبقى عامل ازاي الكنتنت هيحتل كان في المية آآ السايد بار ويتس طبعا هنا فيش سايد بار فعه الصفحة تبقى فول ويتس ولا ليفت سايد بار رايت سايد بار وريت وليفت ولا مية في المية فول ويتس السيرش ريزالت بيج لو انا حاطت سيرش في الصفحة السيرش ده هيبقى فين على كل البوست تايب ولا في البوست والبيج والبرودكت انه فيهم السايد بار حيبا فيه سايد بار ولا لأ عندك هنا بقى الشير الاوبن جراف انفورميشن تيكن باي سوشيال ميديا السوشيال ميديا اللي محطوط هنا ده اللي انكات بتاعته هتبقى عاملة ازاي لما هخش جوه بوست معين يعني نفتح ده مسلا الاوبن جراف ده خاص بالسوشيال ميديا لما هتعمل شير فانت اللي بتحط اليوزرنين بتاعها بتبقى مفاعلة يبدأ بالنسبة للجينرال سيتنج هنخش بعد الجينرال سيتنج عندنا البيج تايتل البيج تايتل ده هلا هيتشاف على كل الديفايزيس ولا انت عايزه ما يتشافش على التابلت على الموبايل تابلت وموبايل البيج جراوند كالر بتاع اسم الصفحة وهكذا مجموعة من الاعدادات هنا دي الخاصة بايه اسم الصفحة البيج تايتل اللي هو اسم الصفحة وبنقدر نحدد مدى امكانية ظهور اسم الصفحة سواء بالنسبة للموبايل والتابلت زي ما احنا عندنا بعد كده سكرول توتوب سكرول توتوب في ايكون بيكون موجود في الهوم بيج لو رحنا كده بصوا هتلاقوا في ايكون موجود هنا هو الايكون ده لو انا دغط عليه هيجبني في اول الصفحة ومن هنا بحدد شكل الايكون ده او سكرول اوب بوتن وهتحطه فين على اليمين ولا الشمال ومكانه فين بالزبط والالوان والقصة دي كلها ده بالنسبة للسكرول توتوب الباجينيشن ايه الباجينيشن الباجينيشن لما يبقى عندي كونتنت في صفحات كتير بتبتدي تحدد ارقام الصفحات انك تتنقل ما بينهم بالارقام وبتحدد مكانها في الصفحة هيبقى تحت يمين ولا شمال والفونت وحاجات زي كده ماشي والوانه والكلام ده كله ده بالنسبة للباجينيشن عندنا بعد كده الفورم القسم ده هنحدد برضو الوان الفورم حجم الفونت ده بالنسبة للفورمز عندنا بعد كده theme button الزراير اللي بتكون موجودة في الويب سايت هيكون لونها ايه بتدي يحدد الـ background color والـ hover color والـ text برضو لونه ايه سواء في الوضع العادي او في الـ hover ده بالنسبة للـ theme button تمام؟ في theme icon برضو نفس الحكاية بحدد الوانها خلاص يبدأ بالنسبة للـ general option عندنا بعد كده typography التيبغرافي اللي هي الفونتات اللي هتستخدم في كل الموقع سواء بقى في الـ heading بمختلف درجاته في اللوجو الـ top bar المين مينيو ماشي والـ drop down حيبى شكله عامل ازاي الموبايل مينيو وهكذا كل حاجة حتى كل ما يتعلق بالـ woocommerce الـ product title فونتاتها تبقى عاملة ازاي كل حاجة في الموقع بتحدد فونتاتها من هنا من الـ typography عندنا بعد الـ typography الـ top bar اللي هو ده في general بتبدأ تحدد لونه الالوان المستخدمه ايه وممكن توقفه تشيله اصلا لو شلت دي بص هتلاقي الـ top bar الاحمر اللي كان فوق تشيل خلاص لو دست وعملت انابل او هتلاقي الـ top bar بتاعك رجع تاني يبقى ده بالنسبة للجزء الخاص بالـ general عندك الـ content بتبتدي تحدد ايه الـ content اللي انت هتحطه بتكتب هنا اللي انت عايزه الـ social لو حتدخل الـ social media موجودة فيه بعد كده هننتقل للجزء الخاص بالـ header اللي هو ده عندي برضو نفس الحكاية header media logo المينيو هيبقى شكلها عاملة زي الـ social menu في الـ colored في الـ minimal والـ dark زي ما انت عايز بتحدد لها الـ style وكل حاجة تمام احنا حطيناها simple وده للموبايل مينيو لو هتعمل مينيو خاصة بالموبايل عندنا بعد كده الـ setting الخاصة بالـ blog الـ blog entries والـ single post مثلا لو جينا الـ single post هي هنا معمولة full width لو انت عايز تغير عايز تعمل لها sidebar شمال يمين الناحيتين الـ heading بتاعها هيبقى مقاسه عامل ازاي الـ page header title لو عايز تفعل الـ featured image تمام بتعملها الـ element position في الصفحة هيكون عامل ازاي كل حاجة بالنسبة للـ single post يبدأ بالنسبة لكده ايه الـ blog بعد كده هننتقل الى الـ wo commerce برضو في الاعدادات الخاصة بيها المينيو كارت الالوان اه الـ single product مثلا لو جينا نفتحه برضو هل انت عايز هيكون layout عامل ازاي الـ content sidebar ماشي ترتيب العناصر في الصفحة يبقى ايه الـ title rating price ويتغير الترتيب ده زي ما انت عايز اه بتعمل display للـ product navigation وكل ما يتعلق بقى بالـ wo commerce product image صورة المنتج ممكن جدا ان انت تحدد مقاسها والـ aspect ratio بتاعها عامل ازاي كل هذا الكلام في حاجة اخيرة بقى عايز اقولها ان احنا هنا بنصمم يا جماعة متجر تجريبي لكن الوضع مختلف ازا كنت بتصمم متجر حقيقي من المفترض ان انت راسم على ورق تخيلك لتصميم موقعك او متجرك ومحدد الصور والالوان والفونطات وانت بتنفذ التخيل ده يعني مفروض بعمل plan الاول على ورق انا موقعها بعمل ازاي الخطوة اللي جاية ان احنا هنضيف منتجات للمتجر وده موضوع الفيديو القادم واعتقد النهاردة احنا غطينا كل الاعدادات الخاصة بالالب او وحب اكد ان هو لا يشترط ان انت تقابل كل الاعدادات دي في كل الاعدادات بتختلف في ثيمز مش هتلاقي كل الامكانيات دي فيها وفي ثيمزة هتلاقي الامكانيات دي وفي ثيمزة هتلاقي اكتر كل ثيم مختلف بحسب بالبرمجة بتاعته له اعدادات مختلفة يعني مش شرط ان انت تقابل كل الكلام ده في كل ثيم هتشتغل عليه طبعا احب اؤكد لكم ان احنا هنا بنصمم متجر تجريبي لانك لما بتيجي تصمم متجر حقيقي فمن المفترض ان انت بتكون راسم على ورق تخيلك للتصميم محدد الالوان محدد الفونطات محدد الصور ومجهزها وعامل كمان شيت انت مسجل فيك كل المنتجات وبياناتها اللي انت هتدخلها في المتجر الخطوة اللي جاية هي اضافة المنتجات للمتجر الالكتروني وهو ده موضوع الفيديو اللي جاي اعتقد النهاردة ان احنا غطينا كل الاعدادات الخاصة بالقالب اللي معانا اوشن دابليو بي وحب اكد انه مش مشترض خالص ان انت تقابل كل الاعدادات دي فاي ثيم تانية هتشتغل عليها لو لسه مشتركتش في القناة اضغط على زر الاشتراك الاحمر فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات اللي جاية كان معاكم محمد صبري من way to a business القناة اللي بتهتف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل online business ناجح بنفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة